اشتركوا في القناة امر الثالث التشكيك وانتم تلاحظون من الدكتور على مدار 17 ليلة اعيد الخطوة الاولى حب البيت فالناس ينساقون وراءهم يا اهل الشام يا اهل الاهواج يا اهل الجزائر يا اهل المغرب يا اهل السودان انتبهوا والله الامر خطير اما العراقيون فهم الامر واضع عندهم يا اهل مصر الابية يا اهل مصر الابية انتبهوا الى هذه القضية الخطيرة حب البيت اثنين مظلوميت البيت والبكة عليهم الثالث التشكيك الرابع عملية الانتقام الآن عملية الثقر ويدفعوك للثقر لتدريب الناس والعياذ بالله على مسألة الدمع اقول له انظروا الى جمال مذهب اهل السنة بس اريد بس هذه الحاجة وسأترك الوقت جمال اهل السنة ماذا ينظر المسلمون من اهل السنة الى جمال الاشلام ان الصحابة احباب الطرف الاخر انهم اعداء ان الله الف بين قلوبهم بنص القرآن الطرف الاخر ان الله ابغض بين قلوبهم الطرف الثالث كانوا متعاونين كانوا متخاصمين لحظ الجمال نحن نرى ان الاشلام قد تم بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم هو يقول لا ما تم الا بالامة الاربعة عفوا بالامة الاثنين عشر يا جماعة الخير وين هدف القرآن اشتركوا في القرآن